نورسات جوردن نتمنى لكم يا رب يوم سعيد ومبارك وبداية طبعا قبل ما نحكي عن حلقتنا اليوم عن الرهبنة أساسها تاريخها من أين نشأت شو قصتها مين اخترعها هذا المفهوم أو هاي الطريقة من عيش الحياة المكرسة فمنبدأ بداية صلاة أبونا وناخد البركة وبعدين ندخل في مواضيع الحلقة وأيضا مواضيعنا الأسبوعية كمان نسردها فاتفضل أبونا صباحكم نور عزنا المشاهدين مثل ما تفضلت الدكتورة أجمل شيء مبلش في الصلاة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أيها الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس امنحنا السلام القلوب وطمأنينة النفوس واجعلنا نتحد بك إكليروس وعلمانيين أبناء للملكوت بتوليين ومتزوجين كي نمجد معا كجسد الكنيسة الواحد اسمك القدوس من الآن وإلى الأباد آمين آمين يا رب طبعا نحن هذا الأسبوع كان أسبوع حزين على المملكة الأردنية الهاشمية هل الحزن العالمي اللي عشناه الفترة الماضية هي وفاة جلالة الملكة إليزابات الثانية فكان يوم الأحد دفنها إلى مثواها الأخير اسمي وشاركوا في جلالة الملك والملكة جلالة الملك عبد الله والملكة رانيا في تشييع جثمانها وإلى مثواها الأخير فألت رحمة وسلام ونور عليها فحقبة كاملة من السبعين سنة سبعين سنة راحت ففي فرق يعني هلا بتقول ما فيش موجودة ملكة إليزابات فربنا يعطي الإلهام والحكمة لابنها الملك تشارلز في حكم بريطانيا لخير وسلام العالم خير وسلام الإنجلند والكومنولد والعالم لأنه أنا مشاركين أيضا كمان في حكم العالم فربنا يعطيهم الحكمة يا رب تكون هاي مرحلة جديدة من الانفتاح والنظر وبعد النظر على الآخرين أيضا فيه كمان إحنا في الأردن كمان عشنا هذا الأسبوع مأساة وحزن شديد خاصة بعد انهيار عمارة في جبل الويبدي في جبل الويبدي في قلب العاصمة عمان عمارة قديمة سكنية مكونة من أربع طوابق انهالت على رؤوس سكانها فعندنا كان وفيات تقريبا 16 و مصابين أغلبهم أطفال لأن كان في حضارك أغلب المصابين كانوا أطفال عائلات فقدت كاملة الأم من أطفالها عندها ثلاث أطفال والأم و كان انتظارنا ل إخلاء المصابين والسكان من الردم ومن الردام والأنقاض فكان جدا الوضع صعب نشوف الأهالي بتبكي الأمهات بتصيح وتركت أولادها في العمارة بيكونوا في البيت خاصة أنه صاب الموضوع الساعة أربعة يعني بعد رجعت لولاد من المدارس بيكونوا في البيت بيدرسوا بيحضروا واجباتهم لتاني يوم فكان جدا المشهد أليم خلال هذول الثلاثة أيام يعطيهم العافية أجهزة الأمن العام اللي واصلت الليل مع النهار فإنها تنقذ ما تستطيع انقاذه والدفاع المدني وكل الجهات الرسمية لكن أغلب المساعدات كانت تيجي من السكان ومن المنطقة المجاورة والمحيطة من الجيران والأهل اللي ضموا العائلات المنكوبة اللي انهدمت بيوتها لبيوتهم والأوصرهم وساعدتهم هون بتحس بالتكافل الإنساني التكافل العائلي الجير المحبة بين البعض ما في فرق مين هاد ومين هاد إنسان محتاجة للمساعدة هون بتحس المبادئ الإنسانية اللي تربينا عليها في هذا البلد والشرق إجمالاً يعني خاصاً عند مصاب مثل هيك لكن فعلاً المصاب مؤلم كان جداً علينا ولما منستذكر مصايب أخرى حصلت في بلاد اللي حوالينا منحس بهذا الألم لما يوم وليلة أبونا عيلي كاملة أب كان بيشغله ويجي يرجع يلاقي مرته وولاده مش موجودين أطفال صغار عمر أربع خمس سنين تحت الأنقاض عاشوا يعني فعلاً بضع مأساوي الله لا يجرب حدا يعني بهذا المصاب نحن ألف رحمة يا ربي والسلام على اللي آمين أن توفوا وانتقلوا إلى رحمة الله والشفاء العاجل للمصابين وحمد الله على سلامتهم لكن فعلاً مصاب جليل وإحنا في الأردن عشنا هذا الأسبوع ولا زالت العالم بهذا الحزن في خلال هذا الأسبوع من الشهر لكن ربنا كبير وأملنا ورجائنا بربنا كبير المشاكل تحصل والمصاعب بتصير والألم موجود لكن حياتنا نحنا اللي بننعيشها كيف بننعيشها كيف ننظر لهذا الألم نحن كمسيحيين نمجد ربنا في الألم وننظر إلى الصليب في الألم ونتمثل في ألم الصليب كمان إنه زي ما سيد المسيح تألم من أجل خلاصنا وإحنا كمان أوقات لما الحياة تعرضنا وتعصرنا في الألم إنه نأدمه لربنا ونقول لمجدك يا رب هذا الألم فربنا يصبر العائلات المكلومة والمتألمة يعطيها العزاء وألف رحمة ونور على التوفو فإحنا يعني نشطاتنا خلال هذا الأسبوع كانت منحصرة ما بين عياد الصليب ورفع الصليب المقدس والأسبوع الجاي رفع الصليب المقدس حسب الطقس الشرقي نرفع إن شاء الله صلاتنا ودعائنا في هذا هاي الأعياد لربنا يعطي الصبر لكل عائلاتنا المتألمة واللي عندها مصاب أو عندها أمراض أو عندها حزن في بيوتها ربنا يعزيهم ونحنا كمسيحيين رجعنا في السيد المسيح وما بدوا إيانا نكون حزنين لأن الحزن موجود لكن دائما عندنا الأمال والرجاء في ربنا كبير احتفالات الصليب في كانت تخريج الجامعة الأمريكية ألف مبروك للخرجين من الجامعة الأمريكية في ماذبة تخريجهم المبارك رهبات دير الصليب في بيت العناية الإنسانية في حيث احتفلوا أيضا مع المسنين بقداس لعيد الصليب فربنا يبارك حياتهم هدول الرهبنة اللي بتعتني بكبار السن وتهتم فيهم فأيضا هناك مبروك للشمات زكريا رزق كاهن في مطرنية الروم الأرثودوكس تم سيامته كاهن على مدابح وهياك الكنيسة الأرثودوكسية وأيضا كانت في هناك مسرحية لسه في فرصة أدها شبيب الدونبوس قصة زيانية في الأردن فمن قولهم كانت المسرحية جدا رائعة ولسه عندنا فرص للتائب للي بيرجع لربه بعد عمل خطايا فلسه في فرص لقدامهم للإنسان إنه يرجع يتوب ويرجع لربنا فاليوم حياة الرهبنة وكيف تأسست ومن أين نشأت رح نناقشه مع أبونا جور شرايحة أنا أعملت دراسة خفيفة عن تاريخ الرهبنيات وعن اتصال من الأخت مويان وواكيم من الراهبات الباسيليات المخلصيات من لبنان من لبنان إن شاء الله وإذا في حدا بيحب يتصل ويشاركنا في حلقتنا بهذا العنوان الرهبنية في حياة الرهبنة في المسيحية أهلا وصهلا فيه على رقم تليفون 06 أرضي 5833773 فصباحكم نور وأبونا تعطينا مقدمة عن هالموضوع أو الحياة الرهبنية صراحة خلف الكواليس من اللي سمعتوا من حضرتك يعني ما شاء الله محضر ممنيح يعني عندك معلومات كتير تاريخية عكسي أنا صراحة أنا بحبش التاريخ كثير بالكنيسة يعني تاريخ الكنيسة والاضطهاد والصعوبات وأخذناها مواد على أجزاء كبيرة وكان مطلوب بنا نحفظ كثير بالجامعة فكني أدائق من الموضوع الحفظ لأنه لاهوت وفلسفية بدنا نفهم أكثر من ما بدنا نحفظ نعم فموضوع حلقتنا عزائي المشاهدين اليوم الرهبنية بين التاريخ والرسالة هل التاريخ نتناقش على محضرتك يعني ما شاء الله حضرة منيح معلوماتك يعني هي مش بدعة بعضا ما عندكم الله يحفظك دكتور يخليننا إياك ما شاء الله عليك الرهبنية ليست أولا نقول ليست بدعة مسيحية نعم وليست اختراع أكتشأ أتى به المسيحيين فكرة الرهبنية بمعنى النسك لأجل الله الخلوة الروحية الابتعاد عن العالم السكون هاي العناصر الرئيسية الفقر العفة هاي العناصر كلياتها مثل ما حضرتك حكينا قبل الهواء انه هاي ان وجدت بكل الجماعات البشرية بكل الديانات القبل المسيحية نعم كان عندهم هاي الفكرة ولكن طبعا كل بفلسفته وكل بقانونه وكل بطريقته ولكن نحن أبناء الشرق عايشناها منذ العصور الأولى للمسيحية يعني بعد العنصرة شاهدنا كيف انطلقات الجماعات المسيحية في فكرة حلوية دكتورة اليوم سمعتها بتحكي انه فكرة الرهبن كفكر قبل تأسيس القوانين كان انه لما نيرون او اي امبراطور او ملك هيرودوس او اي حدا كان ينطهد الجماعة المسيحية كان في ناس منهم ما يخاف يواجهه ويستشهد اللي يخافه ويفله وين يفله على الصحاري لما خف الاضطهاد وخصوصا مع الامبراطور قسطنطين وام القديسة هيلاني وسمحوا بالديانة المسيحية ولا بل وبعد ذلك اصبحت ديانة الدولة صاروا عندهم تأنيم ضمير الناس اللي فلت وكانت تخاف من الاضطهاد فاصبع عندها فكر انها تعوض الشهادة بالنسك فكانت تحرم نفسها من الطعام الكثير تحرم حاجاتها البيولوجية حاجاتها الجسدية الجنس الطعام المأكل المسكن يصيروا يلبسوا من جلود الحيوانات يصيروا يلبسوا الأشياء من القش من الخيزراء من الأخشاب والأعشاب أوراق الشجر ويسترحالهم فيهم ويعيشوا حياة قاسية في ضميرهم من جو لأنهم خافوا من الاضطهاد فيعوضوا هيل إلى أن تبلورت الفكرة الرئيسية كرهبن منظمة مع القديس أبو الرهبان نسمي القديس أنتونيوس الكبير ومثم بعد ذلك بفترة قصيرة جدا مع القديس كيرولوس وتثالت المئوية الأولى والمئوية الثانية والثالثة باستمرار وأصبحت بعد القرن الخامس الفكرة أنه أصبح هناك أنواع من الرهبان امتداءا من الشكل الرئيسي الرهبان النسائية دخلت خصوصا قديسة مريم المصرية مريم المصرية في سينا ومنعرف قصتها الحلوة إنها كانت مغنية وكانت تلف في العالم بالأغاني والرقص والخلاعة ولما إجتت تعمل حفلة بالقدس دخلت على مدينة القدس وأرادت أن تزور كنيسة القيامة ولكن ملاك حارس منعها من الدخول وأصبحت تبكي وفي حالة من التوتر الشديد لا تستطيع الدخول إلى الكنيسة فحصت ضميرها إجا كاهن طلبت منه الاعترار وتابت وبعد ذلك تركت الفن وأتت إلى صحراء سيناء وأسست أول الرهبانيات النسائية إذن بشكل عام لدينا الرهباني الرجالي إذا جاز التعبير والرهباني الرهباني عفوا النسائية ومن ثم نرى أن الأباء الذين يعيشون حالة العزلة لوحدهم بالأجر لا يجوز للراهب أن يدخل في هذه المرحلة إلا في مرحلة متقدمة من خدمته يعني ما بيصير يدخل الرهبان طوال يفوت على القفر ويسكروا عليه بغرفة ويعيش بالمنسكة لحاله زي الأباء اللي بنشوفهم في لبنان اليوم ما بيختلطوا مع الناس ولكن في رهبانيات كالكرمليات مثلا روحانيتهم يعني ما بيشوفوا ناس يعني إحنا حتى ككهني لما نزور الأجر هنا من خلف الجدار من خلف الشباك بيحكوا معنا عايشين حياة الخلوة مع الله وإحنا حكينا أنه هاي الخلوة لا تتم إلا من خلال عدة مراحل وصولا لمرحلة العزلة واللقاء الحي مع الله تعالى نعم في عنا اتصال من دكتور جلال فخوري صباحك نور دكتور هلا صباح الخير لو سألك كيف حالك الحمد لله تمام إلا أبونا جورج صباحك نور يا دكتور نعم أنا الحقيقة ما بدي اليوم أطيل ولكن أنا بس على سؤالين فقط فضل دكتور وعلى الباقي يعني الكهني إنه إجابي عليه نعم ما هي فلسفة الرهبنة إذا لم تكن إذا لم تكن الرهبنة هي سر من أسرار الإرادة الإلهية في الحلول في الإنسان نعم أي أن الله حينما يحل في الإنسان يبعث روحه القدوس إلى هذا الشخص أو ذاك أو هذه الستة وكذا ليصبح لأن الكهنوت والرهبنة هي إرادة إلهية ونداء إلهي وطلب إلهي مش على كيف الإنسان إنه بدي يصير خوري أو بدي يصير راهب نعم لأنه فيه دعوة إلهية اثنين السؤال الثاني إنه عندما يصبح الإنسان بين الروحانية وترك الجسد وأهواء الجسد ورغبات الجسد والحياة المادية على الأرض عندما يصل إلى الروحانية يصبح ناسك والصرق بين التنسك والرهبنة هي أن الرهبنة تستطيع الراهبة أو الراهب أن يعيش مع مجموعة من البشر في حين أنه يعني تتكيف مع المجتمع في حين أنه الراهبة أو الناسك لا يستطيع أن يجاري الناس لأنه يجب أن يكون فيه خلو تام مع الله نعم أن لا يعشر البشر وأن لا يتمثل مثلهم نعم إذن خلينا نفرق إحنا بين الرهبنة وبين النسك النسك قلت لك هو حالة انفرادية لا يستطيع أن يجاري فيها البشر في حين أن الرهبنة تستطيع أن تتماشى مع المجتمع وتبشر بما أراده المسيح إذن في الحال هي إرادة إلهية وروحينية لا يستطيع أي إنسان أن ننسلك نعم نعم حلو برافو مية من مية دكتور حلو دكتور شكرا لإلك للمداخلة وهالتبسير تبسير المفارقة ما بين النسك والحياة الرهبانية شكرا دكتور شكرا لك يعطيك العافية شكرا لك صحيح دكتور يعني كلامي دكتور منطقي بالمية بالشقة الأولاني بالحديث عن الحلول للروح القدس أو دعوة الله تعالى للراهب أو سواء كان ناسكا أو راهبا أو حتى كاهن رعية هي في الحقيقة تعود لدعوة يسوع للتلاميذ الأولين مين لدعى التلاميذ 12؟ يسوع مين لدعى بطرس أو تومة؟ أنا بوقف دائما عند بطرس وتومة ويهودة يسوع لدعاهم طب يهودة خانوا بطرس أنكروا تومة شك فيه قصد يسوع ذلك ليظهر لنا أشكال تلبية نداء الدعوة الإلهية يعني يسوع بدعي خمسة آلاف كاهن بأبرشية معينة طب الخمسة آلاف كلهم بلبوا الدعوة حتى لو أخذوا وسروا الكاهنوت ومشوا بالحياة بس بنشوف كاهن زي أبونا تومة في معين مثلا عنده روحانية بزاوية معينة مواهب اللي بيحكي عنهم قد يصبوص الجسد الواحد لا تقل عين للإيد ففي ناس بوعا ضمنية حلوة كاهن روحاني بتروح بملاك بالدير تاعه روحانية بس بالتفسير الإنجيل بتلاقي كاهن هناك ثاني متخصص بشغله وكأن أرادة يسوع بهذا التنوع أن يكون غنى بنفس الوقت للكنيسة فما تفضل به الدكتور كلام سليم مئة بالمئة يجب أن يكون في دعوة إلهية ولا بالتالي الكل كان أصبح أصبحوا رهبان نعم وهنا في أيضا جواب على التبتل هنا من القديس بولوس ومن متة 19 يسوع لما قبل ما يحكي عن الزواج قالهم أنه في ناس دعوا حالهم للبتولية وفي ناس دعوا حتى بكتبوها بالترجمة اليونانية الحرفية بالعربي شوية يعني مش دقيقة هناك منخصوا أنفسهم لأجل الملكوت وهناك بميز بين أنه في ناس إذن الكلام يسوع هذا بأكد أنه بوقت يسوع زي ما تفضلت حضرتك وحكيت عن الفريسيين أنهم والكتبة والعشرين أنه كمان كانوا في صنف منهم أو قسم منهم يعيش هذه الحياة مشان هيك حكى يسوع شو جاب السيري يعني ليش يسوع يحكي لو ما انطرح الموضوع على طاولة البحث موضوع النسك والرهبان نعم 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 طبعا نحن نشكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على صفحتنا على نورسات واللي عم بيكتبوا صباحات مباركة لأم عادلة النمري صباحك نور و ماجي دالبير أشكر الرهبات والرهبان لخدمتهم هم البوصل لتوجيه المؤمنين إلى طريق الخلاص والربي باركهم وإيمان بهجة الشراح يسعد صباحكم وانهيل الصفة دي خوري صباحكم نور بأنوار المسيح إبراهيم حمام صباحكم نور وبسمة الدعي بالصباحكم نور الرب يبارك حياتكم وحياتك يا أخت بسمة ومهاء ايبف في الصباحك نور وجميل غان وميري بدر وأسد برقان وأحلام الشرايحة وتائر عياش وكل الأشخاص اللي بيتابعونا على تلفزيون نورسات نصبح عليكم ونتمنى لكم يا رب نهار مبارك وإن شاء الله هاي الحلقة إنها تكون مفيدة للأشخاص اللي سألونا عن حياة الرهبنة والرهبانية والتنسك وتاريخها ومن أين انطلقت وإيش أهدافها دكتور عفية بعد مقاطع بحديثك بس تعطيني فرصة مش هلا يعني ما تم الوقت بس أجيب على سؤال للدكتور جلال الشق الثاني فيه أن أتصال تاني شباب فيه الراهبة يمكن بعدهم أجهزوا تماما يلا تفضل فيه الشق الثاني اللي يتفضل فيه الدكتور إنه من يعيش النسك من يعيش النسك اللي هو يستطيع أن يعمل الضبط للحاجات ما يتفضل فيه الدكتور جلالي وما يتفضل فيه الدكتور جلالي فهي بيهرم الأولويات بالعالم كلهم أولويات حاجات أساسية مش كماليات يعني مش أشياء رفاهية أن يتخلوا عن هذه الحاجات الأساسية في حياتهم طمعا بلقاء مع الله بدون شوائب نعم لقاء مع الله صافي زلال زلال صافي بدون ما ينغصوا أشياء لأنه فيه بحالات بعلم النفس يعني بحالات الشبع الإنسان بيصير يفكر باللي بعدها نعم كل ما إنسان بطبيعة الفيزيائية للمنطق الطبيعي على الأرض كل ما امتلأت الحفرة ماء يدهد فيه ويطلع الحفرة اللي بجنبها فهم بفضوا حفرة نفسيتهم من جوه عشان يملأها الله وليس تمتلأ من الغذاء والطعام والكماليات واللباس والشمات الهوى والطلع والأشياء هاي كلها اللي بتعبئ وقتنا بصير بدنا أكتر زي ماء البحر شهوات العالم رغبات العالم طموحنا تطلعاتنا آمالنا ما بتنتهي إلا لنا من نموت لأنه دائما بدنا الأحسن اللي معه هيك بده أحسن بده أحسن فهمه فاتوا على القاعدة الأساسية من تحت فضوها قال تعالى أيها الرب تعالى يا الله املأ باطن نفسي اسكبني من الروح القدس اللي حكى عنه الدكتور أنه هو بميز دعوته كيف دي يعرف أنه مدعو لما يشوف حاله بطل متعلق بالعالم لما يشوف حاله بطل سائل بطلعات الشباب وسفرات الصبايا والجايات والروحات بحس حاله أنه خلص أنا بطل فيه إشي يمليني أنا بدي أنت يا رب اتمليني فبيجي بالجأ للنسك للحالة اللقاء مع الله وهي بدها مراحل متطور صحبون النسك وحياة الرهبنة اللي هي حياة التكريس كمان حياته بنضمن والعيش منضمن جماعة وهذا بيختلف عن الحياة الكهنوتية بضم الناس والمشاهدين والمؤمنين يفصلوا ما بين الكهنوت وما بين حياة الرهبنة والنسك والتوحد فيه كمان منشوف كهنة متوحدين أو رهبان متوحدين مش كهنة متوحدين رهبان متوحدين بيعيشوا حياة الوحدة منعزلين فيه بقولك تليفون تاني لأنه مش لا هذا المتوفر متوفر حاولوا فيه أتفضل لا بس العافو دكتورة السؤال إنه ليش بس ناس معينين بين مليارات البشر ليش المدعوين للرهبنين أول شغلة وحقيقة صادمة يمكن أنها تطلع من كاهن أني أحكيها على الهواء لأنها ضد الطبيعة البشرية التبتل يعني كل منطقية ضد التقشف اللباس وأن نلبس الجلود الحيوانات ضد الطبيعة البشرية لذلك هذا الإنسان الذي يريد بنعمة الله التي انسكبت فيه أن يكون متميزا عن الباقي وبالتالي بدون دعوة عميقة وبدون استجابة يعني ربنا بيسابق علمه بيشوف فيها الشخص زي ما حكينا عن التلاميذ وبدعوه بس مش شرط ينجح مش كل كهنة العالم استمر بكهنة ولا كل الرهبات ضل الرهبات لأنها بداية نكون منطقيين وصريحين يضد الطبيعة الإنسان يحتاج إلى الجنس يحتاج إلى الملبس للمأكل اللي حكينا عنهم أولويات فبالتالي تخص ناس معينين مدعوين لذلك مش كل العالم يسهدوا بهذا الشي بالرغم يعني كانوا الرهبان يتعرضوا لهذه الاختبارات الحاجات اللي انت بتحكيها أبونا فكانوا يتجاوبوا فيها بجلد الذات بالنوم على المسامير لما يكونوا فيه عندهم مثلا رغبات بس مش الله تحل يعني كانوا يحاولوا كانوا يعتبروا أنه الجسد هو العدو وهذا مأخوذ من الديانات ما قبل المسيح وما قبل العهد القديم لما كان يكرس الإنسان نفسه من مثل قوتما بوذا وكانوا يعيشوا هذا نعم كانوا يعيشوا هذه الحياة الزاهدة يعني كان بوذا يشوف أنه الإنسان جسده عدوه وأنه هو الجسد هذا هو اللي يعرض هذا الروح لأنها تعمل الخطيئة فكانوا يعتبروا هذا عشان هيكي كانت حياتهم ملقى بالمتاعب بتسببها الرغبة خصوصا ما يتعلق منها بطول البقاء ليس من خلاص من متاعب الحياة إلا بواسطة قتل الرغبة في النفس هذه كانت من تعليم بوذا ونجد معظمهم يشغلون وقتهم مطروحين على فراش من المسامير ويتعهدون برفع الدراع إلى أعلى والصمت ويكتب الأستاذ الألماني أن الرهبن المسيحية أخذت عنهم لاتباعها بعض هذا المنهج فهذا من القديم مخدينه الحديث دكتور بصير بيت شعر أعجبني اليوم وصلني بمسج من صديق بعض قصيدي بعض من قصيدي لشاعر اللي هي أبو ماضي نعم فع موضوعنا حسيتها عن الموضوع اللي سأل عنه الدكتور جلال قبل قليل بحكي هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبءا ثقيل نعم هو عبء ثقيل اللي بيعتقد والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلة حلو يعني وكأنها هي الميزان اللي جوا بعمله للواحد هو اللي بيخلي طاقاته يقدر يتحكم فيها أو يكبتها بداخله أو يعني زمان كانوا قلنا بالألم وبالهكليون بالرهبانيات وبالنسك ما بيقبلوا الجلد الذات وما بيقبلواها بدهم يخضعوا الجسد والروح لعملية التوازن لا نفس الروح تطغى على الجسد بيموت بعدين بلا أكله بلا شربه بلا بدي يموت مش هاي حكمة الله بحياة النسك لذلك هي حياة نخفف حملنا عشان ندخل من الباب الضيق اللي هو من يدخل من دخول جمل من ثقب الإبري اللي هي البوابة ثقب الإبري اسمها البوابة تبعت المدينة المقدسة المكان يجو لجمال بعد غياب الشمس بده يدخل من ثقب الإبري لازم ينخي الجمل لأنه ما بفوت الباب الضيق ويشيل من أحمال وتقدر يفوت وإحنا هيك نفس الإشي يعني مو شرط اليوم النسك 24 ساعة بس إحنا ككهني مثلا ومكرسين وكمان العلمانيين بعملوا رياضات روحية بمراكز مختصة اليوم بعمان زي المركز اليسوعي بعملوا قبل الأعياد للعلمانيين بعملوا الرياضة الروحية صامتة ممنوع الحك فيها لما بدي يحكي معك بعطيك نصف مكتوب بالطبيعة وبالها تسمع صوت الله لماذا؟ لأن الله لا يتكلم بالضجيج الله يتكلم بالسكينة بالسكينة نعم إحنا بالنسبة لموضوع الحياة الرهبانية يعني إذا بدنا نحكي تاريخ ونقول من أين نشأ طبعا هي الحياة الإنعزالية طبعا كانت من بداية الإنسان الإنسان بطبيعته لما بده يختلي بحاله يفكر بأمور حياته يفكر بروحانيات أو يفكر قبل ما يعرف ربنا أو قبل ما يعرف الديانات اللي نشأت كان يختلي بحاله ويطلع عالجبال يمشي بين الطبيعة يقعد لوحده وهي طبيعته الإنسانية اللي هو لما بحتاج أو بتعب أو مثلا يحتاج يفكر بموضوع معين كان يعزل نفسه يذهب للطبيعة يمشي يتسلق جبال يرائب الطبيعة فهذه فكرة التزاهد أو فكرة الإنعزالية يعزل حاله عن الحياة الصاخبة من متاعب الحياة يطلع يوم يومين ثلاثة على البراري ويعاود يرجع يكون مثلا صفى ذهنه صفى نفسه صفى فكره وقراراته من هون هاي طبيعة بشرية يعني موجودة موضوع الرهبنة أو موجود الفكر أو المبدأ تبعا الرهبنة أو التنسك أو بدنا نستأخر على سستر مريان صباحك نور سستر صباح النور كيف حالكم كيفكم الحمد لله انت كيفك مشكر الله مشتقين الله يسعدك سستر نحنا موضوعنا عن الحياة الرهبنية جذورها ومن أين تأسست وأنتو كما كرهبنة بديت يعني تعطينا هالروحانية طبعا نحنا منقول الكهنوت يختلف عن الرهبنة والرهبنة يعيشوا فيها الجماعة بالمجتمع بشكل جماعي فتخبرين عن رهبنتكم مسير يعطيكم الألف عافية أنا جد مبساطة أن الموضوع عن الرهبنات لأنه يمكن هلأ بالوقت نحنا في قليل ما عم نشوف في كثير معاوات رهبنية أكثر يمكن كهنوتية بفوض الرهبنية شوي خفت نعم بالنسبة للحياة الرهبنية هي حالة أو طبيعة حياة بعيشها الإنسان لأشخاص المعينين ربنا يدعيهم هلأ بحكي شوي كيس الدعوة نعم ومثل ما تفضل أبونا جورج قبل شوي يحكي عن تأثير الظرف التاريخي الاتطهادات التي أدلت تأثير رهبنية ونحن رهبنتنا من هذه الرهبنات التي تأثست بفترة اضطهاد بالشرق وقال يصبح قصص بالكنيسة بين شرق وغرب ومين بديت بعرومة ومين تم فوت كثير بهال قصص التاريخية بهالفترة كمان كان في اضطهاد بالشرق وخاصة بشرق الاوسط ببلاد الشام فرهبات يأتي من دائر سيدنايا اللي كانوا محصنات بعده اللي هلأ دائر سيدنايا محصنات بيأتي على لبنان وبمنطقة جون بشوف بيطبعوا البطرق هو كان مخلصي راهب كانت الرهبنة المخلصية الرجالية موجودة من قبل تقريبا حوالي سنة 1733 34 في هالفترة بلشت شوية وشوية كانوا أول شي محصنات بالتار ما في رسالة وتلت بلورت الأمور شوية مع الكنيسة الكاثوليكية وستضبط الوضع مش رحفوت كثير بتاريخ الكنيسة لأنه ما بقى نخلط نعم نعم فشوية شوية صار في اوانين صار في رهبانات صار في عدد يفوتوا كانوا محصنات هذا كيف كانوا الكرمل كانوا أغلب الرهبانات الشرقية أغلب 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 صار في تجديد للرهبانات وخاصة هذا الشيء الذي طرحوا المجمع البسلاني الثاني بالوثيقة الحياة المكرسة طرحوا أنه لازم يصير في هذا تجديد داخل الرهبانات ومن وقته صار الانتشار للرسالة خارج الدار أكثر كان العمل بمدارس بمياتم بمستوصفات مع الأشخاص بحاجة يمكن أكثر لرسالة نعم فنحن كطبيعة الرهبانة الرهبات البسليات المخلصيات هي رهبانة رسولية أكيد تابعين ضغري بابا رو مأكد كرسي البابا ويب في ندور مؤقتة تقريبا لكل الرهبانات في التزامات التي يعيشوها بالرهبانة ضمن الندور الندور المشورات الإنجلية الفقر والعفث والطاعة سيستام الرهبانة أكيد ليس ضغري يتفوت البنت أو الراهب على الدار يصير ضغري يراهب ويرتسم في فترة طلبية من إلا في فترة ابتداء اختبار لحياة الرهبانية هيا ترى أنا كشخص بقدر استمر بهذه الحالة وكاف فيها حياتي كلها ولا أنا ما بقدر ترمال هيك بينعطى فرصة الشخص يلي بد يفوت على الرهبانة لا ترمال يفوت من بعد سنتين أو سنة حسب كل رهبانة يصير في لدينا النظور المؤقتة هي نظر الفقر والعفة والطاعة أمام الرئيسة العامة والرئيس العام من بعد هيد الفترة المؤقتة يلي بتمتد كل الرهبانة بتختلف مثلا الرهبانة اليسوعية تقريبا بيضل لتسعة سنين مؤقت نحن كرهبانة الخلطيات أو أغلب الرهبانات الشرقية بين ثلاثة وست سنين بعد يا هيدا الشخص بيكافي بالرهبانة يا إذا بده ما بقى بده يكافي بتكون هي مؤقتة كل سنة بيجدد اندوراته يعني بمرحلة بمروا مش إنه مرحلة واحدة لا بمروا باختبارات كمان أكيد لأنه مثل ما حكي أبونا جورج كمان هي عكس الطبيعة يعني مثل تيار ماشي بعكس الناس كلها ماشي هكو هنه المسجين بالعكس فهيدا الانسان ما فيه ضغري أطك بده ينعط لازم يتدرب يتدرب وينعط مرحلة هاليسرة بأذن مهارات لأنها هاي أكيد لأنه حالة حالة حياة يعيش الانسان صح نحن كرهبنة شعارنا بالرهبنة هو لمرضاة الله هيدا الشعار إخذينه من الابيس باسيليوس كمال هيك نسمى الراهبات الباسليات المخلصيات نعم الابيس باسيليوس والمخلصيات لأنه كتابنا الأساسي كتاب المؤدس هو كلمة يسوع المخلص نعم وأكيد على مثال مريم العذراء لأنه أنا أمت الراب فليكن لديه حسب القول لأن الإنسان يسلم ذاته كليا لرب يسوع ويجعل هو يشتغل من خلاله هو الذي يقوي إن كان فيه تجارب ضعفات كل هالأشياء أكيد بطل مثل أيام زمان ننبص المسح أو نجلة حانة أو كل هودة سخصير صار هلأ قدام التجارب والصعوبات ما في غير كلمة الرب هي اللي بتساعد هيدا الإنسان بتقوي بتعطيل الشجاعة أنه يقدر يتحدى كل شي تجارب أو صعوبات بوجهها بحياته وخاصة بيئة الرسالة لأنه التجارب أو الصعوبات بالرسالة أصعب من المحصنات متما كانوا قبل ديريات في قلب الطالب نحن بأعمالنا الرسولية أكثر من وقت التأسيس للأشخاص الأكثر فقرا يعني بالمناطق لأكثر ناس بحاجة يعني مثلا لدينا بالأردن لدينا بالزرقة هي المدرسة التي تتبع على المصرانية الكاتوليك ولكن نحن نخدم فيها يعني بالمناطق لأكثر فقرا هذه من تأسيسنا بالإضافة للمياتم حتى هون في لبنان المناطق التي نشتغل فيها هي بالمناطق النائية يعني منى بقلب العاصمة أو بقلب حتى مثلا بسوريا بمعلولة على أطول المناطق التي أقل بالأراضي المؤدسة كمان أكثر هذا يكون شغلنا فكمان نحن كرهبيت مخلصيات من ضمن روحانيتنا مدعويا لأننا نكون نحن 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 بالمسيح الطيبة يعني بالمكان الذي نوجد فيه بالمحلات التي نأخذ فيها نعمل فيها رسالة أكثر لننشر نحن طيب المسيح بالأميكن يلي أكثر ناس بحاجة يعني يمكن ما في عندهم هال الإمكانيات أنه يقدروا يقوموا بخدمات أو برسالة اللي موجودين فيها نعم حلو يعني يعطيك العافية سستر على هذا الشرح الوافي يعني جبتينا هيك من التاريخ إلى الرحانية من التاريخ إلى الرحانية ولرحانية الرهبات المخلصيات يعني يعطيك العافية لما بتقول أنت عملونا لمرضات الله وأيضا لخلاص النفوس وعملكم جدا رائع وأنت كمان يعني قمت مثل مقال وقدست البابا يحنى الثالث والعشرون لما يكرس الإنسان نفسه للعمل يحقق عملا عظيما ولما يدعو الله يحقق عملا أعظم وعندما يقرن الصلاة بالعمل يسمو ويتفوق أيضا وعندما يلوذوا بالصمت نبعد تأمل في الحقائق الإلهية يضيفوا إلى الكمال الذي حققه إكليل المجد أنتوا كنتوا ممن أقرن الصلاة يقرن الصلاة بالعمل ويسمو ويتفوق أيضا فرهبنتكم مباركة وعملكم أنتم متميز وإحنا يعني شاهدين على هذا في الأردن وكمان في المنطقة العربية ربنا يبارك عملكم ويزيدكم يزيدكم أعضاء ويزيدكم دعوات مسير أكيد في صلواتكم آمين يا رب إن شاء الله يا رب شكرا إلك مسير ولو وجودك معنا في هذا الصباح ببرنامج صباحكم نور شكرا لكم وإن شاء الله ونشوفكم بلبناء شكرا أكيد إن شاء الله يا رب شكرا كما حكت لنا سيستر مريان عن الرهبن وهالروحانية بالبداية أبونا بدنا نتفق على موضوع واحد إنه هي دعوة إلهية مدعو من الله إنه هذا الإنسان يخدمه لأنه ربنا بده ناس يخدمه بطريقة مختلفة عن باقي البشر اللي بتبعوا الطبيعة اللي خلقها ربنا في الإنسان ورغباته الإنسانية لتقدر تركز على مواضيع تانية روحية خدماتية تخدم فيها ربنا وتخدم فيها كنيسته بدك ناس متخصصين في هذا الشأن بالإضافة لجماعة المؤمنين اللي كمان بثروا بوجودهم وحضورهم وإيمانهم وصلاتهم الكنيسة لأنه الكنيسة هي هالجماعة المؤمنة لكن هدية الرهبنيات هي هدية للكنيسة لكن هو يعني الرهبني مؤسسات لا تتجزأ عن الكنيسة كنيت السيد المسيح ففيه كانوا يسموهم بالزمنات المجاهدين وكانوا يسموهم لباس الصليب وكانوا يسموهم لباس الروح وأيضا كمان يعتبروهم من صنوف الملائكة ويعتبروا الرهبان من أقوى جنود المسيح فكان هيك يوصف الرهبان يعني بهذا الوصف ما يقولهم عنه مراهب قبل ما تبلش المؤسسة ويصير فيها نظام وقوانين وزي ما خبرتنا ما سير يعني الابتداء والنظور الابتداء والمراحل وإعداد قبل هذا الشي كان الإنسان لما يكرس نفسه لخدمة الكنيسة كان يزهو عن هاي كل هالرغبات الدنيوية ويلبسوا الصليب فكانوا يسموهم لباس الصليب قبل ما يقولوا عنهم خوري سوري قبل ما عنهم راهب أو راهبة أو ناسك أو فرير فكانوا أو لابسين الروح القدس يعني أنه لباس الروح القدس هلا الحياة الإنعزالية مثل ما حكيتي طبيعة الإنسان أحيانا عندما بده يفكر بأمور جدية بنعزل فالحياة الحياة الإنعزالية قبل الميلاد عندنا كثير من الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية الآلهة اللي كانوا يعبدوها العبادات الإلهية الرومانية واليونانية الشرقية نمت هذه العبادات في الأديان الشرقية السرية للعالم نقلوها طبعا للعالم الغربي للحياة الإنسانية مثلا نجد لدى الوطنيين آلهة بتسمعوا مثل ديانا أورتامس حامية الخصب وقالوا اليونانين عليها أنها هي آلهة الصيد والحيوانات يعني كانوا يطلعوا آلهة يخترعوا آلهة فجوبتير مثلا أوزيوس هو أبو جميع الآلهة وسيد البشر موركيريوس أورهيمز هو إله البلاغة ورسول الآلهة إزيس اعتبروها مثلا المصريون القدامة الأم العظمى كالأرض التي تعطي الحياة للنبات فكانوا اليونان عندهم آلهة يعبدوها ويعملوا لها شعائر ومراسم عبادات فالرهبنة في الوطنية كان كونفيشيوس مثلا وقوت مابوذة المعروف اللي أخذنا عنه طريقة الحياة النسكية والتزهد عن الحياة والرغبات الدنيوية الإنسانية ففي عيش التخوط على المسامير وجلد الذات فهي كلياتها من تعليم كوت مابوذة وهو أول من فكر في العيش الإنعزالية والإذلال الجسد وتمكنها من السيطرة على الجسد والعاطفة والرغبات وأهواءه وطموحاته بطرق في منتهى القصوى والخشونة فكانت عندهم هاي الحركات من البداية الرهبنة في اليونان كانت مع الفيلسوف بيتاقوروس كيف تسمعوا باسمه معالم رياضيات كمان نعم حيث تأسست جماعة ذات أهداف دينية وسياسية تسعى إلى الربط بين البشر والألوها فكان بيتاقوروس كان يعيش هذه الحياة مثل الحياة الرهبنة اللي شبيهة في الحياة الآن عشان يسعى للكمال طبعا هو عالم الرياضيات فكان لما يفكر بحلول الخورزميات وال وثلثات نعم كان يختلي بنفسه ويفكر فيها بطريقته فكانت عبارة عن تفكير بأمور فائقة الطبيعة وخارج عن يعني طبيعة دماغ الإنسان اللي يفكر فيها كان يطلع وينعزل يعيش لحاله يفكر فيها ويرجع في الحلول فكانوا بداية فيتاقوروس بداية العيش في هاي الجماعات اللي شبيهة الآن في حياة الرهبنة الرهبنة الهندوسية مثلا عنا النستاك المتوحدون من هون كانت هاي الرهبنة الهندوسية من هون إجا فكرة النسك والنسك المتوحد العايش في الغابات للتأمل والتقشف كانوا المستعطفون أو الشحادون اللي بيجيوبوا اللي بيمشوا بالشوارع وبالسحات عشان يبحثوا عن ذواتهم وعن حقيقة الموجود المجرد بالإضافة لا نجد في الرهبنة الهندوسية بعض مجموعات من الرهبان تلتف حول الأباتي أي المعلم يعني كان عندهم مثلا في واحد أباتي أنه بيكون كاهن متقدم أما كانوا في اسمها كاهن يعني الحياة الرهبنة الهندوسية بس كانوا يعيشوا هذا الفكر فهذا الفكر موجود الكهنة المعلمين ويعملوا حولهم جماعات يمشوا حسب تعليمهم وتعليمهم مثل البوذة ومثل كونفيشيس نعم من هون يجا من الرهبنة الهندوسية اللي هو الأباتي أو المعلم كان بيعطوا الروحانيات عن طريق اليوغا واليوغا ما هو كمان هذه الرياضة اللي بتسمعوا فيها اليوغا هي من الرهبنة الهندوسية الحياة الانعزالية عند اليهود إذا بتسمعوا بالكتبة والفريسيين والعشرين هلا مش كلهم كانوا سيئين لأنه كان في بعضهم لا يزهد بالنفس وكان ينعزل ويعيش حياة ومثال يحنى ثلاثي اللقاء نقديمس مع معي كان معلماء الشريعة ومن هدول الفريسيين بس لكن كان يعني حتيم ونعم وإذا رؤية روحانية نعم إذا بتعرفوا عند منطقة البحر الميت كان فيه هناك مجموعة من الرهبن شقت من جماعة يهودية عرفت في عصر يسوع المسيح من اليهود وعاشت بقرب ضفاف البحر الميت وسميت هاي الجماعة الرهبنية بجماعة قمران يطلق عليها في اللغات الأجنابية الأسينيين يعني وهاي الجماعة ظهرت 150 قبل الميلاد اللي رهبنة القمران أو الجماعة اللي كانوا عايشين حياة النصر اللي بجيوا بعدين عندهم المخططات الناجية لأنهم كانوا يكتبوا هاي الجماعة كانت طبعا تحرم الزواج على أنفسهم بعيشوا عيشة مشتركة بسيطة يعملون بعرق جبينهم ينفقون ما لديهم على الفقراء كانوا يهتمون بدراسة الكتب المقدسة وخاصة كتب المزامير والتثنية وأشعية وكتب أخرى مثل اليوبيلات وأخنوخ ووصايا الاثنى عشر يعني عم بتشوفه يعني مصغر أو نوا لحياة الرهبنة اللي عم نشوفها في وقتنا الحاضر من رهبنة قمران اللي كانت تعيش حسب العهد القديم أيضا عنا رهبنة الشفاء اللي ظهرت مجموعة كانت تشفي بطريقتها الروحانية وبالصلوات ظهرت في الديارة المصرية أكثرها ورهبنة يهودية هي أخرى عاشت من القرب بين بحيرة بمريوط الإسكندرية طبعا يعرفوها أخوتنا الرهبن أو الكهنة الأقباط مصر كانوا بسموهم رهبنة الشفاء بصلواتهم وتأملاتهم وعاد كانوا يشفوا الأمراض فهل الحياة الإنعزالية من الجيل الأول لحتى الثالث الميلادي بعد صعود يسوع المسيح من إلى السماوات قال لتلاميذه اذهبوا الآن وتلمدوا سائر الأمم معمدين أيام باسمه الآب والابن والروح القدس وما يميز هاي الفترة أن التلاميذ والرسل والمؤمنين أنهم كانوا مرتبطين بشخص يسوع المسيح كان هو الأباتي أو المعلم وكانوا وكانوا هذول الجماعة حول الأباتي أو المعلم يسوع المسيح كانوا مرتبطين فيه بتتمحور حياتهم بالمسيح القائم من بين الأموات والحياة مع الإنجيل والرغبة في إتباع المسيح والاقتداء بأقواله وأعماله وهذه الحقبة بتنقسم إلى ثلاث أقسام يعني أنا بدي ألخصها العالم اللي مثلا الفريسيون اللي أرادوا مثل منذ عزرة أن يعيدوا بناء الأمة على قيام الروحية وتمسكوا بالشريعة وممارسة أحكامها كانوا ينفصلون عن الخطيئة فكانوا حرصون حرصين قبل كل شيء على قداسة الله وعلى التأمل في شريعته وبفضل تقواهم العميقة وتضلعهم في الكتب المقدسة سيصبح هنا ضمير اليهودية يعني كانوا هذول على وقت السيد المسيح كانوا موجودين اللي كان السيد المسيح يذكرهم الفريسيون فكانوا أيضا هناك كتبة كانوا متخصصين في الشريعة المساوية كان بعضهم كهنة لكن معظمهم علمانيين وفريسيون أشهرهم مثلا نهليل وشماي وجمل جماليون جماليون أستاذ القديس بولوس الرسول ويحنة بن زكاي رئيس مدرسة بينا وقد أحاطوا الشريعة بسياج من الأحكام كانوا كتير متزميتين تب بكو بسموه نعم وأيضا كمان هناك الكتبة أيضا زي ما حكينا هلأ بلشت الكنيسة من وقت ما سنة الثلاثين من يوم العنصرة نسميها الكنيسة الصغيرة زي ما حكينا التلاميذ وجماعة المؤمنة كانت ملتفة حول السيد المسيح اللي هو المعلم وكان معهم المريمات ومريم العذرة يعني كانوا عايشين هاي الحياة الجماعية وكانوا يأكلوا ويشربوا ويشتغلوا حتى كمان ويصرفوا على حالهم وبلشوا شوي شوي تكبر فمن هون بدأ إنه الحاجة إلى تنظيم والحاجة إلى وضع قوانين وقوانين فبدأت الكنيسة في أوراشالين في السنة الثلاثين بيوم العنصرة واكتمل الجسد الرسولي الكنيسة بالاثنية عشر رسولا كانوا كلهم إخوة معا يسرد لنا أعمال رسول المؤمنون وهم مجتمعين معا في مكان واحد بقلب واحد يجتمعون معهم بعض النسوة مريم أم يسوع ويواضبون على الصلاة ويعيشون بطريقة منظمة كانوا يجعلون كل شيء مشترك بينهم هون أساس وبلشت تتبلور حياة الرهبنة والتوجه إلى مبدأ الرهبنة والنسك طبعا ما فيه كان منهج معين ماشين عليه طبعا كانوا يعيشوا حسب يعني إلهاماتهم هيك على البركة وعالبساطة وعلى التعليم لعشان هيك نجد من النادر أن يستمر الإنسان في سلوكه الرحاني العالي ونجد كثير منهم قبل النسك عليه ارتجت حياتهم وارتدوا يعني لأنه ما فيه نظام وعايشين على البركة فما كانوا يش يحسوا أنه فيه نظام يعني روتين أو إشي منظم أساس فكان إشي مخلخل حوليهم في كثير منهم تركوا ما كملوا هاي الحياة الجماعية ما حبوهاش مثلا أو شفوها أنها مش ملائمة لا طبيعتهم وما كانت هاي الفكرة واضحة فكثير من الجماعات اللي كانت من وقت السيد المسيح من يوم العنصرة كثير رجعت عن هذا المبدأ وتركت هاي الجماعة وأعمال الرسل تذكر هذا الحكيم فكثير من التراميذ تركوا وقالوا هذا كلام عسير عسير نعم بس لكن في بعض الأشخاص كان نجد الكثير بتأثير الحرارة الروحية العالية الارتباط الوثيق بالسيد المسيح انطلقوا للبراري والجبال وعاشوا حياة توحدية كاملة ومارسوا النسك والتقشف في أعلى درجاته وصوره يعني من ما كانوا من الجماعة الأولى من سميها الكنيسة الأولى في منهم ما ادخل خلاء إيمانهم وما كملوا مع هاي الجماعة وتركوا الحياة ممكن تجوزوا وعاشوا لكن تعليم السيد المسيح ومرافقتهم للسيد المسيح ومرافقتهم للرسل 12 يعني ظلت موجودة أخذوها معهم وعاشوا حياتهم الحقيقية أو الحياة الدنيوية مجوزوا وصار عندهم بولاد لكن بضمن تعليم المسيح السيد المسيح اللي تعلموها لكن بعض الآخر كانت الروح عندهم حرارتها عالية فطلقوا على البراري تركوا عائلاتهم تركوا أهلهم تركوا كل الدنيا بما فيها من ملدات وعاشوا حياة الرهبنة أو التوحد التنسك مثل ما هذا المفهوم دارج هلا في حياتنا الحالية الحياة الرهبنية الدارية في فكر أباء الكنيسة طبعا أبو الأباء اللي انت حكيت عنه في عنا قديسين كتير طبعا هن الأسس الحياة الرهبنية في الأديرة يعني جماعة يكون في عندهم نظام عندهم كان قوانين القديس إكليمونس الإسكندري النستاك هم الجزء المختار من الناس المختارين مثلا القديس هيبوليتس 170-235 ميلادي النستاك محسوبون على كنيسة ضمن الطغومات السبعة يعني هدو طبعا من الملائكة عنا العلامة أوريغونس الإسكندري على القديس قبريانوس إن العذارة له أنه النصيب الأمجد في قطيع الكنيسة كان هناك كمان موضوع الروحانيات والحرارة الروحية عند بعض العذارة فكانوا يعني نوالة تأسيس الرهبنية وعنا القديس أثاناسيوس الرسولي عنا وثائق المجمع المسكون النقاوي الأول 325 لذكرته الرهبة والقديس الباسيليوس الكبير سن 379 وبعدين شمس الرئاسي أبو البركات بن كبر الرهبنة فلسفة الشريعة المسيحية بلشوا تتبلور فكرة الرهبنة والبابا يحنى بولوست يحنى 23 اللي حكينا عندما يكرس الإنسان نفسه للعمل يحقق عملا عظيما وعندما يدعو الله يحقق عملا أعظم وعندما يقرن الصلاة بالعمل يسموه يتفوق أيضا وعندما يلوذ بالصمت نبع التأمل في الحقاق الإلهية يضيف إلى الكمال الذي حققه إكليل المجد والفخار والبابا بولوس السادس أيضا كم هي عظيمة حياتكم هي كم من نفوس تجذب وكم هي مجدية للكنيسة عندما تعيش استقامتها ونزاهتها وأمانتها بموجب التزامات ندوركم الرهبانية تتلخص الحياة الرهبانية في لفظة نعم المتواصلة أمام المسيح الموجود بيننا طبعا الحياة الرهبانية الديرية صار إعافيها قوانين وأنظمة ومثل ما لخصتها أنا ما بدي أرجع أعيد السستر اللي حكتها بس أيضا من هون بلشت تتنظم شوي شوي الرهباني والحياة الرهبانية المنشوفها مش وليدة أو نخلق هيك طلعت من دون أساس لا موجود لها الأساس لكن بلشت فيها تنظيم لكن هناك كمان في كانوا بالزمنات لما الإنسان بده يترك كل إشي ويطلع يتنسك بطل مقبول على الكنيسة أنه الإنسان يترك أولاده ويترك أهله ويترك عيلته من دون أكل ولا شرب ولا يدير باله على أهله مثلا لأنه إكرام الأهل الأب والأم يتركهم من دون معيل ولا من دون مسؤولية وتحمل مسؤولية ويطلع على الجبال بده يتنسك وبده يترهبن ويعيش هاي الحياة غير مقربول كانوا يحرموا من هذا يعني واحد يقول لك أنا بدي أترك كل إشي وشوفوا أنه عيلة متروكة وما في معيل لهم حدا يحرموا الكنيسة يقولون لا صار في قوانين أنه مش كل إنسان بيطلب الترهبن ويبتعد عن المسؤولية أنه ينضم للكنيسة كراهب أو كنساك فكان يحرموا حطوا قوانين قبول الرهبان أو قبول النساك تداركنا الوقت سريعا نعم تداركنا فعنا إلي النبي ويحن المعمدان هذول من الأشخاص اللي تركوا وتنسكوا وترهبنوا في الجبال يسوع كمان السيد المسيح ياما كان يخرج ويختلي في نفسه في الجبل فأيضا كان يعيش هذه الحياة عضو تعليم السيد المسيح دعا القديس بلس الرسول الحفظ البتولية أيضا لما قال من أجل الملكوت وهو بنفسه كان مثلا يحتد به في عيشها طبعا كل هذه العناصر اللي كونت حياة النساك هي العزلة والنسك والتأمل فالرهب بيختار هذه الطريقة لأسباب روحية تربطه بمعلمه ومخلصه يسوع المسيح فإذن العاملان الأساسيان اللي خرجت منهما الحياة الرهبانية المسيحية مثل ما حكينا العامل الأول تكريم البتولية تكريسها في سبيل نشر الملكوت هذا يفسر وجود عذارة بتولات وآرام التقيات تكرسنا لخدمة كنيسة الله والقريب علاوة إلى ذلك لبعض مظاهر التقشف والبتولية لدى رجال كرسوا ذواتهم للبشارة والعامل الثاني هو عامل الاستشهاد الناجم عن الاضطهادات اللي شنت مثلا الرومان بالزمانات على المسيحين اللي بدلوا ذواتهم حتى الموت متمثلين بالمسيح على الصليب قد بدلوا ذاته في سبيل البشرية جمعا فالشهيد كان في تلك الحقبة من تاريخ الكنيسة على رأس لائحة القديسين والشاهد الأساسي على مصدقية الإنجيل يعني هذا ملخص لدراسة اللي عملناها على موضوع الرهبنة تاريخها وكيف نشأت وأصبحت الآن بهذا الشكل الموجود بين أيدينا فنيال اللي ربنا بيدعوه لرهبنة أو لخدمة ربنا بأشكالها طبعا إحنا ما بنقول إنه الخدمات خدمة ربنا على أنواع منها المتزوج ومنها اللي بنشئ حياة لأنه كمان هن المتزوجون اللي بنشئوا أو بطلع منهم الناس الدعوات الدعوات فربنا يزيد الدعوات الرهبة بتقول كمان إنه قلت الحياة قلت الدعوات الرهبانية للأسف مؤخرا شباب يعني أنا منشكر كل اللي كانوا معنا على صفحتنا وعلى تلفزيون ورسات وتلي الميير ومنشكر الطاقم بالأردن ولبنان وإن شاء الله أسبوع مبارك للجميع وأبونا تعطينا البركة وننطلق بسلام المسيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا ذهبوا بسلام المسيح ومعكم أيضا أعزائنا ومتابعينا ونتمنى لكم نهار مبارك وصباحكم نور وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بنفس الوقت يوم الثلاثة ساعة تسعة صباحا إلى اللقاء أعجوب التليلوميار مستمر مستمر فيكم مستمر إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكن وللجيل البعد ولاد ولادكن من بعد لما تكون تعبن بهمة عندك كلمة ريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار نور ساتي لنم صلاواتي ليلوميار نور ساتي 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 ليل وميال نور ساتي ليل وميال نور ساتي للم صلوات ليل وميال محبة وخير